ضمن جهوده المتواصلة للوصول بالبلاد إلى مرحلة تكون فيها من أفضل دول المنطقة وتأخذ مكانها بين مصاف الدول المتقدمة من خلال إبداع بناتها وشبابها ووصولا إلى أمة منتجة ومبتكرة عقد المترشح الرئاسي ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض اجتماعات رافعة المستوى شملت عددا من الدول والشخصيات المسؤولة وذات العلاقة بالشأن الليبي اجتماعات النايض ارتكزت في محاورها على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر إذ طالب موسكو خلال زيارته لها ومجلس الأمن بالحرص على شفافية واحترام جميع بنود قانون الانتخابات وتطبيقها على جميع المتقدمين بدون استثناء أو إقصاء وفي حواره مع مركز الشرق الأوسط وشبال إفريقيا التابع لمعهد الولايات المتحدة للسلام جدد النايض تأكيده على التزامه باحترام نتائج الانتخابات بغض النظر عن الفائز من الخاسر كما دعا جميع المترشحين إلى احترام النتائج مهما كانت وفيما يتعلق بتطورات العملية الانتخابية أكد النايض خلال حديثه مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلند والمبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير أهمية دعم مجهودات لجنة 5 زائد 5 واستمرار دعم مجلس الأمن الدولي والتزامه نحو انتخابات سليمة شفافة وفي موعدها المحدد ولأن الشعب هو مصدر القرارات بالأساس وهو صاحبها جدد النايض ثقته الكبيرة باختيارات الشعب كما طالب المترشحين الآخرين لوضع ثقتهم في اختيار الشعب خصوصا وأنه عازم على عقد الانتخابات في موعدها وهو ما أكد عليه مرارا إذ قال النايض إن البلاد ستشهد الانتخابات في موعدها المحدد وستنتج رئاسة جديدة وبرلمانا جديدا أخيرا أكد المترشح الرئاسي عارف النايض أن نتيجة الانتخابات مهمة ولكن عقدها في موعدها يكسب أهمية ذلك ومهما كانت نتيجة هذه الانتخابات التي طال انتظارها والتي يؤمن الشعب بها كسبيل للنجاة فيجب على الجميع احترامها والموافقة عليها ولو خالفت توقعاتهم